اه نتكون يعرفوا في المعادات كذا وفيها كذا اه وعلى قلقة الكابيات المنتيماتيكس يعني اه اه يعرفوا بس يعرفوا عنها ان شاء الله هيا دي اشكال المعادات التفضيلة غير خطية لبعضها اللي مبارزة في اي سيستم نعم دك طلب درسوا عندنا هو المعادات المعادات اه لكن الكمبيوتر ساينس لا بس اه والله عائل عشان مخلص لكن بس ده يقدر يعمل المعادات دي على المعادات التفضيلة ما يعرفنا حاجة بس ما يعرفش الكمبيوتر مش تعمل لكن الكمبيوتر في برامج بقى خاصة بالمعادات طارده عشان اه بيحل انزمة المعادات تفضيلة دي اه 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 يبقى هو ده الحل اللي انا جاية يعني انا مسلا انا جاية بزينا بتحطيك حل اكزاك الرجل ده ممكن يرسمي الحل اكزاك كده بشغله هو اسمي بيانة اه يبقى اكيد الحل اللي هو رسم ناصل كلاما رسمه نفس الداتا هو هيرسمه في الداتا برض مش هيرسمه بس كالكمبيوتر غير غير زي مان مان ببتاع الماثماتيك هو بعمل هو بشتغل تمام بتاع الحاسب هيعمل البوليزم تمام من الماثماتيك هيعمل من البوليزم هيعمل كور بطول من الماثماتيك لكن احنا بدرسنا لو كنتش ده كل معادلات ايه انا بتكلم عنها بتكلم عنها ايه اللي عندهم كده يعني انتو زي محادة بطول كينها التوريزم لكن اية عائش لا لا ما عرفه لوج المحنان بكلامه آه المعادلات ده قدوليه ممكن وتتنب في الفلوج وفي معادلات ما اصول زي ما يكادر المعادلات التوريش هكان زي دية ما مااخدوش تطبيق ما عرفوش ممكن لنضع عكما لنضع نضع 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 ايه ما انا قلت كارك اه مشهورة اه مشهورة اه مشهورة اه مشهورة اه مشهورة اه طبعا ده شكل اه ايه طبعا اي معادلة تفضلية اللي تشكتوها اللي عدت ديها بيكون فيها اسمها اللي من اولنا اللي معادلة تفضلون بتتكون من الترميل او تلاتة ترميل او اللي هو اللي ميارتي تاني واحد ده اه انه ميارتي ده لازم يكون اساسي موجود والنسبيرشة لازم يكون اساسي موجود حسب الوسط اللي انا اشتغل في لو وسط ده وسط في تشكت اللي يعرفين اللي زوجة موجودة ايه اللي بيقل ايه الحاجة اللي بخلي الوسط يفضل طبع اول حاجة اللي هو اللي زوجة اول هتكاج بالبادل ايه ماشي فده مش موجود ده يعني يعني ممكن تقوله مفيش ده هتكاج في الوسط لاني مدرسة حسب الوصف بتاعي او او الظاهرة لاني مدرسة هي فيها ايه للزبط فيها كده اه فيه اللي بيجي بيجي بيحط في الاسلامة يعني لما اجي حدت السيسلم ده بيجي برأسة طبعا بيض السيسلم مخلصة هو السيسلم ده بتأثر بايه بتأثر بالمجال ما مطيسي بتأثر بمجال يعني بتأثر بريح شابسية جانية انتظر بالفيفية. اى. اى معادلة تفضلية. يعني الناس اي حد بيتشترك معادلة تفضلية عموما لازم يكون عارف القانون زي انه هو. القانون ده عبارة عن ايه? القانون ده بيتحسل البلد يعني البلد؟ عملية التوازن في معادلة تفضلية. المعدلة تفضلية مش اي معادلة تفضلية زي ما تسمعوتي او تسمعو انا همتبقى قابلة للتجانب. المعدلة عشان تكون قبل الابتكال واقدر اقول عليها ان هي معادلة كامولية وكاملها لازم تحقق العلاقة دائرة. العلاقة دائرة هي العلاقة ما بين النظمية التال والدس بيرشان التال. اعلى 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 نظمية بترمو فيها. يعني لو النظمية بترمو ده اعلى اس. يعني حسب لان الموطيبة المعلقة هو اكتر من حد نظمية. بس من النظمية بتاعته كبيرة. ما اعتمي. لازم العلاقة اللي هي ان زي بتساوي ان ام العلاقة اللي هي بتاعت دي لازم تطلع عدد صحيح. لو دك لو دك او سالب لان الهدف فده ان انا عاوز اجيب مين اجيب الان. الان دي بكالب. الهدف في الحاسبة دي ان نحسب الان. لو الان دي طلقت سالب مسلا. اللي بي كانت كبيرة قوي. خدت بالك معايا. يبقى ده من المعدات دي مش تكملية. لو الحاسبة دي الدات اللي ان تكسب. يبقى اه المعدة دي ما هيش تكملية. ومن ثاني لو هي مش تكملية. انا انا هنلجأ الى طرق اخرى زي الطريق. دي بعض الطرق اللي احنا بستخدمها في حال المعدات التفضلية اللي مش بتوها. يعني دي الطرق عديدة جدا. اه انا مستخدمش تناها طبعا استخدمت بعضها. ان انا اقتراحي بقى اي معادة تفضلية اللي مش بتوها. او ممكن انه ما تكونوش بتوها. طرق تلكم متعددة. والكوكتب دي ممكن الواحد يأخذ منها على وصف دقيق. او مش دقيق يعني وصف يكاد يكون صح لاي زغيرة زي. مش طعب عشان اخر في المسامنة. اه. اه. يعني ان انت بتحول المشكلة او الظاهرة. اه. من معادلات. معادلات تفضلية. انا بتكلم عشان اطول حاسب كمان. اه. يعني السيستم انا بحول المشكلة الى اه سيستم عشان اجيب حل او اوصل لحل. فانواع الحلول كتير وانواع الخوانيك جديد وانواع. انا بتكلم ان انا بصيغ المشكلة بحولها بي او متغيرات او معادلات. فموضوع المعادلات تفضلية نوع من انواع او اداة رياضية برضو اقدم نحل بها اه او نصد بها مشكلة صح يا ابتالي تضيئة اصلا معها. ومعادلات تفضلية نصرية. اه. انا بتوعي حاسب ظروف ايه هنا. بتوعي الرياضيات هو بيصيغ بيصيغ المشكلة. يحولها. الى ايه? الى معادلات. الى متغيرات. الى كل المعادلات. بتاع الحاسب. هو الى بيستخدم القوانين الرياضيات طبعا. بتاع الحاسب ممكن يأخذ كل الشوق ده وانعمل به الالغوريزم. مع الالغوريزم? اه خطوات. صح? استبسل بتاع الحاسب ممكن يأخذ الالغوريزم ده هيعمل به الكوب. من الكوب ده يحل بالسيستم عن طريق الوضوطر او عن طريق الضغمجيات. فده زي اي حاجة تانية. يعني يعني اناقصد ان السيارة او تحويل المشكلة بتاع المعادلات بيصيرها معادلات. بتاع الاحتمالات وبنحصل بيصيرها احتمالات بتاع الجبر نفس الكلام. صح? يعني في البداية هي الداتا بعد كده اه بتقدر تعمل لها المعادل بتاعتك. يبقى يطلع اللي هي من الانفورميشن او المعلومات. صح? او الاوت بعد كده. اه تنظيم معلوماتها دي بقى ايه? النوريج. النوريج ده يبقى انا بتكلم عن معادلات التفاضلية انا بتكلم عن في المعادلات التفاضلية. بتكلم عن في الجبر. بتكلم عن التقابل. يعني هناك تكامل ما بين البيضات الحاسب يا لماعة. مهم جدا. يا داتا الحاسب ما نوع? عاصل تكنولوجيا. انا عندي ازا كان الاستماع جرمي. ازا كان الاستماع بتعتمد على ثلاث حكومة. اول حاجة مهندس المعرفة. ماشي? وفيه خبير المعرفة. هل الدكتور لده مهندس معرفة ولا خبير معرفة? بتكلم عن معادلات. خبير معرفة ولا مهندس معرفة? يا بتاع الحاسب. مهندس? مهندس? خبير المعرفة انت بقى مهندس المعرفة بتاع الحاجة. انت انت اللي هتخطر معاك. انت هتحلل معاك. صح او لا? يبقى انا وفيه خبير النظام. خلي بقى. خبير المعرفة. مهندس المعرفة خبير النظام او السيستماد انا هشتغل عليه. انا على زكال اصطناعي. يبقى انا عايز اخبير عن طريقة اصطناعية. يفكر او يخدق سلوك الانسان زي الدكتور ده من خلال المعادلات. او في او من الدكتورة او من الدكتور المعتز الدكتور ده ده او الدكتور معتزة. هي نقشوا حاجة معينة معايا دي بقى دي المعرفة بتاعي. انا محتاج مهندس عشان يصير الفدماج مين الدكتور ده ده ليه? يصير الفدماج الدكتور معتز يصير الفدماج الدكتور ده. يبقى انا محتاج لايه? لمهانس المعرفة اللي هيصير الحاجة للفدماج اللي هو فدماج خبير المعرفة. معايا? يعني انا عايز اعمل النظام خبير في الكيميا. يبقى انا عايز اعمل نظام خبير في الكيميا. يبقى انا عايز خبير كيميا. وعايز خبير معرفة اه اللي هو خبير بالكيميا هو خبير المعرفة. وعايز مهندس للنظام عشان امثل اه هزي المعرفة وتمسيل هذه المعرفة ما عايز بقى من النهاية بتاع قدير النظام. او السلطة عشان اخلي الكنديوطر ازاي هيسبب سلوك للنسان للتبكير وده الزفاف. صح? معلش انا اسف على الانزول. بعد انا انا مشكور دية بعض اللحنة باستقليمها في طرف هتوا من العام. لما اكون عندنا معادلة التفظولية وعاوز اتعامل معها. في اكتر من الصورة هتعامل مع الان. يعني عندما يكون عند معادلة الدفاع والان يعني احاوز أقلها المدانية. سلم لها اكتر من مصورة. فلازم راح نكون عارف جدي او وعنب في الوابة عشان ليجي التعامل مع اي معادلات التفظولية. الهدف من التعامل مع اي سيستم المعادلات تفضلية اللي احنا نوصل لحال. الحال ده بيكون عبارة عن ده. بيكون عبارة عن عدة عن احدى من هذه الموبات اللي قدامة. اشهر حالة لها السورة المويلة. معك ده الروب ويد من المدرع مطولة. السورة المويلة دي موجودة في طوق اله في السبيس واللازمة. الروب ويد موجودة برضو في النحار. انا علينا عرفكم بس مفهوم واحد للغاية الروب ويد. الروب ده اه. الروب دي الموجودة لأجلاب. عارفيني عندي الروب دي هتشوء هتبحت. الروب دي اه دمتول عداليا. لو كنت بقول لها حالة لدي العناجة شوية. لما اعمل لنيا تكون بييناشا. يعني الحل بتاع السورة المويلة والروب تديدي الموجودة اللي بتاحك اللي اسمارة راس بي. ده اللي انا عمز بحكة. اه. انا كنتش عالفة اجد حل اللي باس بي سرعة. لما اعملت لنيا بييناشا. من الحل السورة بحل الروب ويد. ايدي تجيب الروب. طبعا اعملت لنيا بييناشا لان ما اقدر اجيب حل السورة لمعادلة لمعادلة مدنية شوردينة. اه. يعني اعملت لنيا شوردينج جرت انتورة اقدر اجيبناها السورة. اه. مع دوتر معتز. وفي نفس الوقت حل الروب ويد بتاحها موجودة. لما اعمل دنيا بييناشا بينهم قدرت تحصل على الروب ويد اللي موجودة. موجودة الروب دي انا ممكن ان اقدر نجولها نحصل عليها باكتر من طريقة للحل. لو انا عندي معادلة او شوردينج او اي معادلة. اقدر احصل باكتر من طريقة للحل. وكزلك السنويدة الروب. السنويدة الروب دي المدر والقضية دي الحل التوية دي. اقدر اجيبهم باكتر من طريقة. طبعا دكتورة اللي تحت ميات لو حضرتك اه عملت التفنى عليها يظهر لك الموجة دي الموجة الانفجارية. الموجة الانفجارية دي اللي يكون عندي فيها اه صفر في المقام. اه. بتظهر الموجة. فدي الهدف اللي نوصا لحل من ده. الشكل ده هو اللي هو اللي يعبر عن الزيارة اللي مش باكترس. لها هي اكيدة ببقى. طيب. التاسكريبشن بتاع الكوشة بتاع اي من ده. عبارة عن. اللي ايه. شرودينجر ولا بارشة دفرينشل الكوشن? هو هي شرودينجر اه دكتور يامال دينيا وشرودينجر في الكوشن. الشرودينجر اللي هي بتاع اللي هي اللي هي الياقفة بارشة في على بارشة زي. اه. زي طيب فاي بايت دي سكوير اه يوباً مينس واحد على في تي سكوير لا, الغدف المالك المالكو التي تعملها اه زي لا تمام فى الميكانيكا المالكو عمور شكل معايا لان انا برضى احديد اليستابلاليتي لموانا على تحديد اليستابلالي الاستابلالي بتاع اليستابلالي يكون عندي. بتستخدم حضرتك من اللينيا كتير. لازم يكون حاصل ضرب هم ومضربهم يكون في بعض يكون اكبر بالصف. بقى عندي الاستابلتي. الاستابلتي ده بتظهر في الروب. اللي ما يكون البي والكيوب ده هم اكبر بالصف. ايزا عندي الروب. ده ده ما تحققش. يعني ما تشتغلش بالكاركافريستيك. هو انت الوقت بتقولي لو اكبر من السفر هيبقى بايديني الاستابل. ماشي الكلام ده? اه. على اساس ان التوبة هي عصمة. اه. صح او لا? يبقى الايه? الموشن الاستابل. اه. ماشي? طب ده احنا كنا بنجيبه من الكاركتريستيك اكوشن. او حضرتك اه انا بنعمل دوار ده هو انا عامله. ايوه. انا اسمان بايفوركيشن. اه. انا انا بكون عندي معادلة بقدر اجيب الموشن. اه. اه. انا هنا بحدد دمين. فترة باشتغل فيها. اه. فمشتغلش عن دوار. اه. لان انا انا ما اقوم بصف الظاهرة لو انا اشتغل نمريكا انا اقوم بصف الظاهرة وانا اقعد دلوقتي. اه. انا انا عاز اقوم بصف الظاهرة في الحيز ده كله. اه. فانا بحدد الحيز ده كل اللي ممكن الموجة دي اتزغل فيه. اه. طب لو اني بيولت يودم اكبر من الصفر من اللي اشتغل نجا كوشن. اه. هيزهرني صورة من ممكن. يزهرني صورة من اذا انا عملتها بكده. بس يقول عليها براية صورة. صورة من الصورة. اه. اه. انما لو اقوم بصف الظاهرة بيزهر بحاجة اسمها الدارك صورة. اه اه. يقول عليها الدارك اللي هو مصدر. اه. فجنيا انا عدنانية الترم والدسترشة الترم اقدر حدد شكل شكل الحال او الوصف. الراس بويف طبعا بتظهر ان بيولت يو اكبر من الصورة. يعني الراس بويف لما جاني بلسا واحدة ده لسا نحسي قبل النار ان شاء الله. اه. ظهرت في منطقة اللي بيزهر فيها ايه? الراس بويف والصورة من الصورة. طبعا لما هم قالوا الكلام ده وعرفوا الراس بويف دي مجمس بالسبعينات دقريبا يا دكتور يعني. قال لك ان هي برضو تظهر في المناطق اللي بيزهر. اه. فهي ان هي ظهرت معي في المناطق اللي فيها الراس بويف والصورة من الصدع. فده برضو يعني ايه? تأكيدا لهم او ان انا برضو اعتبرتهم دليل مسلا. تمام. لان هي الراس بويف ديك ما اقدرش اكامل المعادلة تبقيني ايه راس بويف. انما اقدر اكامل معادلة تبقيني سلطة زي معادلة كده فيه. هكاملها هتبقيني سلطة. اه ضاير. ناشي. انما راس بويف ده انا عملت له حل لنا. ما هو حل المعادلة التفضلية. ايه. ممكن يكون حل. لو انا عندي اكس هو يحلل المعادلة التفضلية. اه زي ما بنجد في في يروضيخمني مع بعض. هو ده يعمل كده عند قيبت السلوطن ايه انا قد طولهم الرجال. تمام تمام طبعا اه هي الشكل السلوطن اللي هو الانجروب سلوطن طبعا الانجروب سلوطن دي انا في البحث اللي هيكيبت بالتابعة اللي انا هنا عملناه جيبت عنجروب دي الورو تابق. الانجروب سلوطن اه جيبت الحل اللي هو بتاع الراس بويبي لانا عمل تقول لنا الكمبانيشات ده تقدر تحصل له على ثلاث حجور لانا طبعتها. اه. اللي هو اول واحد تجايب الانجول بسبطه. تاني واحد. الراس بويبي تالت واحد. من حل واحد تقدر تحصل على ثلاث حجور. طبعا الشكل يميني اللي تحت ده هو المغاير ايه هو الدراج بجوله. كلها برضو عنا ممكن تجيبهم شبنجة. ما فيش مع توصول مع تغير الزمن للشال ووتر? انا ما احبطاش الله بطول سرعة. في الشال ووتر عادي. بطول سرعة اوان سلات الويف. هي موجودة الشال ووتر. اه. ايوة. اه دي اللي فوق لازرق ده الروب ويف. والتاني. اوه شاب نبين اوه. شاب نبين. من البريودك. اه. واللي فوق لازرق ده اللي هي شكل الروب ويف. اللي هي المغاير مواقع. اللي بتزهر في البحار. طب ده ده ممسل بالفانكشن سين. اه الدوريودك اه. مع البريودك ممكن نجيبناها بطي. يعني نحصل على الحل ده اكتر من طريقة. اه. يعني في اكتر من طريقة بنقصل على الدوريودك. يعني في حل واحد اقدر اجيب منه البريودك واجيب منها دكتورة اه الشوكلاي. اه. يعني الفضل اللي هدد نعملها. ان انا منحل واحد اقدر اجيب منه البلوءة اللي هي اكسلوسي بلوءة. والسرق. يعني باستخدم طريقة تحليقة لليش من رايز اكسباتي اشان نسل. اه. واللي معادل مسلا كده فيه او معادل شوكلا. واقدر نحل واحد احصل منه بتغيير الفيزياء اللي عندي. مش ان انا بغير بغير حاجة. لأ. الفيزياء اللي عندي بداخل السيستم. اغير. اغير الفيزياء بحيس انها بكتلني اه حالتين للظاهرة اللي عندي. اه. دي شكل الشوك طبعا اللي بتبقى الموجودة في اه. العينيون ده في فمزة طبعا ده الشغل اللي هو اه. دي كانسا ديه بالمسماتيكة او بالمقابل او كلام منه. ماشي. اه. اه. ارى اللقاء يا رايلي ويف والبريم ويف دي اشكال الموجات. طبعا اه. البيليم ويف دي يا دكتورة لازم يكون عندي مجنيكة في في السيستم. اه. دي برضو عملتها. اه. اه. طلعت البيليم ويف وطلعت منها يعني اه حل واحد يقدر يديني الموجة لقداني ويديني مع تغيير الفيزياء اللي موجودة عندي في السيستم. اه. بنفس المعاكمة. اه. دي يا دي الموجة اللي هي الراس بويف. الراس بويف دي اكتر من لها اكتر من شكل. بس ده الشكل بتاحها في اللي هو في الكونتور بلوط اللي هو في بعضها هي اه. اه بقى عن دوائرة في بعضها كده. انا بصراحة تفزي فيها من اه. اه. اولا اللي هي اشكال تانية. اولا لها اشكال تانية. دي اصلا موجودة في بين الكواكب. يعني الناس اللي كده في الحلقة بين الكواكب وفورة وفي النجوم وكده هي الراس بويف دي كانوا ده شوار زماني. بس شرط اساسي. لوجود الرس بويف لها شرط اساسي وشرط ضرورة. يعني هي مش بتظهر برضو في اي وقت. الشرط الاساسي لازم يكون عند مجيدك في ايه ظاهرة معينة. اه ظاهرة معينة لازم يكون عند مجال مغماطيس. طيب. ايه كمان بقى الشرط بكافي يكون عند حاجة زي الدوامات لو هي اللي هي الكورتيكس. او يكون عند جازمية. بتاعي بتقسم بالجازمية. هيزر عدي الرس بكويت. انا نزلت احضار انا لا حدش احضار راح. اه دي الشاموتر اه دكتور راح ادفت المصودة. اه حاضرين ماشي. كمان كمان. هو ازاي هنفكر يعني معلش يعني سؤالي. اول حاجة ان انا عند الظاهرة بتاعتي. بعد كده لما بعرف الظاهرة اقدر احضرت لها السيستم من المعادلة. بعد بعد ما بحض السيستم ازاي هنتعامل معها. بعد ما اتعامل مع السيستم زي الهدف ان انا اوصل للمعادلة واحدة بس. المعادلة دي هتبت. اللي من خلال اقدر اوصف السيستم ده بيعبر عنه. او مش بيعبر. اقدر اوصفه. اقدر ارسيبه بالظهر. بعد كده لازم اروس على اللي نجي تاره. دي هو اللي نجي تاره والدسجرشة تاره. واشوف البلانس بتاعه. بعد كده اجي لك حل المناسب ما هو مش اياه. ما انا ممكن احضرت للمعادلة بقتل منطريبه. صح. مو في احد الحلول اصلا ما يعبرش عن الظاهرة. صح. جاب في حل يديه شوفه روية. صح. هي اصلا الظاهرة ما هيش فيه شوفه روية. مستبدلش بحالة لأ. يا اما في حاجة الدات اللي انا اعملها مش مش منطقية. لان بدليل انا ممكن اطلع مش شوف كوين اعملها بريودة. برضو اعتماد انا عنداتها اللي موجودة عنها. طبعا تطبيقات بتاع الشوق دي كتيرة. يعني ما ابص ما يعني انا حسبت منها اللي انا ممكن اشتغلت فيها. على بس على ما الفكر. اول حالة طبعا في في الكواكب في الدرسنا في المشترى في كاركب زوحل. وفي كل الاخمار. في التجالب اللي في المعمل. يعني من الابحاث اللي احنا عملناها اه عملنا اه اه جبنا مودل في الزيالة بيعبر عن ايه الوكترون والبوي. ايه الوكترون دا طبعا شكونت متساربة والهول في شكونت مجرد. التطبيق بتاعو فيه في السيرو كندر. السيرية اشباه المواصلات. اشباه المواصلات اللي موجودة في التليفون اللي معنا. بس انا الابليكيشن بتاعنا كنا عاملوه في في اللادار. حاجة كده كده في اللادار فقدرنا زي ما كان الدكتور احمد بيقول احنا خبرى في المعرفة. مم. قدرنا نقول بالرياضة او بالفيزياء ايه السبب الهيتنج اللي بتحصل في السيم كوندار. السيم كوندار. السيم كوندار. يعني انت معنا تليفون وتليفون خلال استخدامنا لكي. بيسخل. 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 احنا قلنا هو بيسخل ايه? اه. هتجى الوجود ايه? هيتعمل ازاي ما نعرفش لان احنا مش عارفين شكل متجون الجو. احنا احنا عطنا رو مودل فيزيائي محلنات. جبنا الروج بير. ايدينا تقول ان الهيتنج ده بسبب اه ان الفيزياء اللي مقودة اللي هي النمبر دي بيسك تتعلي في مرات زيالة او معايا. تانية حاجة ايدينا نروح نحط برض مودل فيزيائي للتجارب والمعمل. يعني لما في الدكتور ايمان تعملنا معاه جدينا تبروبة معملية. التبروبة بلازمة معملية. عملنا لها مودل رياضي. طبعا تبروبة البلازمة اللي تتعامل في المعمل بناءها الصور. المخرجات بتاعتها. صح. اللي هو رسم البلازمة بتاعته بتكونة. احنا عملنا المودل الفيزيائي وحلناه وقدرنا برضو نرسل نفس الرسومات بالشغلنا بنفس تقريبا تسعين في المية بزيطال عام من تبروبة في العملية. طبعا مترجمت اللي في جزياء بالمعادلات. اه. 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 اكل وجمال جنداء واعمال واحد تاني كمان برضو. مش طبعا اللي شغل ده المعادلات اللي احنا شفتها برهم. طب عن سبع معاملات الصناعية. من عارف. الاقمار الصناعية معادلات انا من الاول معادلات الاساسية في دراسة الحرب بتاعت اخمار الصناعية. يعني هما كانت يقول بطول ايمان عبدالعزيز في قائد انت الالصاف كان عادلو كان لف حاجة فقط طول انا اعملها. يعني اول بحس اليار في الدكتورات. انت تستخدم من معادلات بلت زمان في حرب الجسم الفاجر. يعني انا دلوقتي لو سقط جسم من كوب على سفحة امدت زي دا فاجعة. إلا هيعصر. فدي احنا قدرنا للدرسة في معادلات بوركس. معادلات من فيروس كوبسي حضرتك احنا درسناها في الليزر. ان انت لو ضغطنا غاز مشهور.